التسعة صباحا بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بدأ المصريون في الداخل منذ لحظات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وشرين وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزامني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات هذو يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وحددت يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها نحو أحد عشر ألفا وستمائة وإحدى وثلاثين لجنة بداخل تسعة ألاف وثلاثمائة وستة وسبين مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية هذا أوضح رشوان في بيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت لأن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة كما تم ملاحظة وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع وضف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد والبالغ عددها نحو 11.631 لجنة بداخل 9.376 مركزا انتخابيا قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل إن الإقبال على اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وأكد المستشار أحمد بنداري أن هناك إقبالا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية موضحا أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية فيما استعلم 500 ألف عبر الرسائل النصية و500 ألف أخرى عبر البريد وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاط احتاطيين لتسريع وزيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين أكدت لجنة الحريات الإعلامية تابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن شهر نوفمبر الماضي شهد جرائم عديدة بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيهم القدس ورصدت اللجنة استشهاد 16 من الصحفيين العاملين في المؤسسات العالمية المختلفة بقطاع غزة وكذلك تعرض 17 من الصحفيين للاعتقال وتم الإفراج عن 7 منهم أكدت وكالة الأنباء الفلسطيني استشهاد 22 مواطنا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استدف مربعا سكانيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفي وقت سابق استشهد أربعة فلسطينيين وأوصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر طبية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب المنازل وسط مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص وإصابة العشرات هذا وقت حمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة رمالة والبيرة وسط تحليق لطائرة مسيرة في الأجواء قلب منشستر سيتي تأخره بهدف الانتصار بنتيجة اثنين واحد على حساب مضايفه لوتون تاون في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز بتلك النتيجة رفع سيتي رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيده لوتون تاون عند التسعي نقاط في المركز الثامن عشر نهاية موجزة تسعى من التلفزيون المصرية شكرا على طيب المتابعة